اممم ازاكم ابرز مميزات قادمة في الايفون 15 برو ماكس في الفيديو انا هنتكلم عن مزيد من التفاصيل عن الشكل والتصميم والاداء وتسريبات ومميزات اخرى قوية جدا فمهم جدا أنك تنزل دلوقتي تعمل لايك و تكمل الفيديو الى الاخر عشان تعرف كل التفاصيل انا لا انتاك فلسطين و يشد يشد بيا البعد انا في افياهك نسرين انا زهر و شوكي انا الورد أول تغيير سيطرع على آيفون 15 برو ماكس هو التصميم الإطار الموبايل أو الفريم الدائري الذي حوالي هذا الموبايل هذا الفريم سيكون من التايتينيوم و هذه مادة قوية جداً ومقاومة للصدق وغالية أيضاً في نفس الوقت بالإضافة كده سيتها بالكاميرات والعدسات التي فيها العدسات هنا ستكون حجمها أكبر أو أوسع عن الجيل الذي فات آيفون 14 برو ماكس من ناحية الشاشة والواجهة الأمامية فالموبايل سيأتي بنفس المميزات بنفس التفاصيل من الشاشة من ناحية الواجهة والضقة الشاشة نفسها نفس معادل تقريباً ولكن من ناحية حواف أو الجناب الموبايل هذا الموبايل سيكون صاحب أقل أو أرفع حواف موجودة على أي موبايل في العالم وهذا النسبية سيجعل هذا الموبايل أصغر من الجيل الذي فات آي نعم الفرق هنا ليس كبير حوالي ملي ونصف تقريباً ولكن فعلاً الموبايل سيكون أصغر من الجيل الذي فات بسبب الحواف الرفاية جداً وشفتنا قبل كده في الفيديو عن بوكس سيرابي يستعرض كونسبت كده أو ماكيت للموبايل ده واضح الفرق بين الحواف الفورتين برو ماكس والحواف الفيرتين برو ماكس فيه فرق كبير وملحوظ جداً كمان طبعاً الشاشة هتكون نفس الشاشة الفلات اللي بدون أي إدج من الجناب أو أي نحنقات بالإضافة للكورنرات الشهيرة بتاعت الآيفون دي اللي كلنا عرفينها مع الاحتفاظ بنفس الديناميك آيلاند اللي بيكون فيها الفيس آي دي وبتكون فيها الكاميرا سيلفي الأمامية الموبايل يحتفظ بنفس الشاشة الأولد السيتة فطل 7 إنش بنفس المويزات بنفس العتاد تقريباً بدون أي تغيير بالإضافة لتصميم الموبايل لأنه من التايتانيوم ده يجعل الموبايل أشياءك وأفضل وهيكون كمان أخف من الجيل اللي فات كان فيه تتصريبات كثيرة جداً بتتكلم عن الأزرار الصلبة ولكن الأزرار دي بشكل رسمي هنشوف على الايفون سكستين برو ماكس الموبايل القادم السنة الجاية يعني ولكن التغيير الوحيد الذي يترى على الزرار بتعيلها essence five brokers يكون نفس الزرار المعروف فيها سيكون نفس الزرار الموجودة في الابل واتش ألترا أو تقدر عن طريق هذا الزرار بالإداء بعض المهام المعينة مثل أنه تفتح الكاميرا أو تعمل الموبايل قبل الأخير أنه ستتقرس بمافز الوزنية بمفذ الابل الجاية التوتيج الدรية الاوروبية على كل هذا المنافذ، من صحيح الأجهزة الألكترانية موجودة تخليل الاتحاد الأوروبية لكن سمعنا أو أن قبل ستبطأ الكبيرة التي لم تุ من دعمها ま 굉장히 بيزرورها القلكية و ok لا يücken الأسوال ومن خلال الجهاز التي أصدر في الشحن البطيئة و المواصفات سيكون هناك تغيير المواصفات ولكن لها соظيفة hi其实 بدل ما بتعمل الثلاثة اكس زوم اوبتكال في الجيل اللي فاته الايفون 15 برو والبرو ماكس هتعمل هنا خمسة او ستة اوبتكال زوم ولكن هذه المواصفات الحقيقة مازالت مواصفات بدائية جدا بالمقارنة بالاس 23 ألترا او مقارنة بالاس 24 ألترا الوحش القادم من سامسونج بالإضافة لتحسينات على جودة الصور نفسها تحسينات على جودة الفيديو وده بسبب المعالج الجديد الاس 17 بايونيك المعالج ده هيكون بثلاثة نانو وهذا معناه توفير اكثر في عمر البطارية بالإضافة لتغيير مهم في الايفون 15 برو والبرو ماكس وهين الايفونات دي ستيجيب 8 جيجا بابت رام بدل آبتان شدة في الجيل اللي فات والموبايلات الصغيرة او الموبايلات عادية من الايفونات اللي هي الايفون 15 و الفتين بلاس ستيجيب 6 جيجا بابت View بالإضافة لتشا robi 5 6e بدا الward to wifi 6 في الجيل اللي فات وهذا معناه سرعة افضل للواي فاي طبعًا هذه الحاجات من الرخي س Legends وهنا في مصر لأن الأسعار ستكون أقل لأكيد ولكن الأسعار ستكون أزيد من الجيل الفات بحيث أن كل موبايل سيزيد حوالي 100$ تقريباً هما يكتبونها 99$ لكنها 100$ يعني لا تنسوا أن تكتبوني كل الأقرابط عائدكم بتاعت في الكومنتهات بخصوص التغييرات القادمة على الآيفون 15 برو والـ 15 برو ماكس أو الـ 15 ألترا أيهما أقرب تكتبوني الأقرابط عائدكم لأنها ستهمني جداً وأشوفكم بقى في الفيديو اللي جاي السلام